سباح الخير من جديد مشاهدين ومستمعين نتواصل معكم ومن المعروف أن العالم أجمع اتجه للتداوب الأحشاب وخصص لها مساحة كبيرة جدا باحتبارها أصبحت شيء مهم وشيء لا بد منه وكل يوم ما شاء الله في جديد وفي اكتشاف جديد ونحن في السودان أيضا نتمتع بخبراء في الأحشاب وأيضا السودان بيمتلك عدد من الأحشاب المميزة اللي بتعالج كثير من الأمراض اليوم في ضيافتنا مركز من المراكز العريقة والمهمة أيضا مركز فاران للأحشاب اللي بيهتم بكل ما هو جديد وكل ما يخص التداول للأحشاب أو أي الطب البديل وشوفي على أيديهم كثير من المرضى نتمنى أنه ربنا يقدرون على فعل الخير ودائما يقدموا يد العون والمساعدة لكل مريض عدد من الأمراض أيضا سنتناقش عنها وكيفية العلاج أيضا عن طريق الأحشاب مع خبير الأحشاب والحجامة الأستاذ الطاهر إبراهيم منورنا داخل السوديو مركز فاران للأحشاب أهلا وسهلا مرحب بك يا أستاذ منورنا أهلا وسهلا بك أستاذة ومشاهدي ومستمعي قناة نيل الأزرق الغناء العريقة والمرئية والمحبوبة للجميع إن شاء الله إطلالة تكون بحجم الغناء إن شاء الله إن شاء الله يا رب ويستفيدوا منها كل الناس إن شاء الله إطلالة تابعونا الآن وزي ما ذكرت أستاذ الأطائر إنه ما شاء الله يعني الطب البديل أو التداوي بالأحشاب أصبح يعني قبلة للكثيرين وفي كثيرين يتعالجوا عن طريق الأحشاب لكن لما تكون في مراكز مضمونة ومراكز مهمة ويتقدم بكل مصداقية الدواء للمريض فأعتقد إنه نحتاج إنه نتحدث عن الأحشاب ونتحدث أيضا عن المجموعات الممكن تعالج عدد من الأمراض إذا بدأنا بعشبة غطوف أيضا نتمنى إنه ربنا ما يحرم بيت من الأطفال ونتحدث عن مشاكل الإنجاب والعشبة أيضا بتعالج هذا طيب عشبة غطوف هي من الأحشاب اللي بتميز مركز فاران وهي ما شاء الله يعني حزية كثير من المستخدمين لها بالرزق أو الهيبة بتاعتها الذرية والتوفيق بالله سبحانه وتعالى هي عشبة الحمد لله نتائجة إيجابية دائما وبتعالج مشاكل يعني صعبة جدا في الإنجاب الحمد لله رب العالمين وهي العشبة من الجزئين هي نحنا جبنا نوازج منها حتى إنه الناس تكون لما تشاهد المنتج دائما بيكون قريب لهم فهي العشبة فيها دي عشبة غطوف للإنجاب دي للسيدات دي بدعالي لأنه مشاكل الأنابيب ومشاكل الأنابيب هي من الحاجات المستحصية جدا والمشاكل يعني المصنفة منها من حاجات العقد والحمد لله الأنابيب بتفتح وكثير من حالات السيدات اللي أخذوا من العشبة الحمد لله الأنابيب تفتحات المبايدة تتعالجت تكييس وهي يعني كثير من الحالات فحصل الحمد طوالما غير ما يرجعوا تاني يعملوا صور أو غيره فالعشبة غالبا مرة واحدة بتكون نابعة بتكون شافية إن شاء الله تعالى في علاجات تانية للهرمونات بالزاة هرمون اللبن والهرمون دا طبعا دايما يعني شوية كده يعني ما بيرجع بالساهل فعندنا عشبة تنزل للحد الطبيعي إن شاء الله كمان للنحميات برضو فيه منتجات ممتازة جدا بتعالج النحمية إن شاء الله حسب الحجم دايما كمان للالتهابات والاضطرابة للهرمونات بصورة عامة للتحسين الطبويت فكلها إن شاء الله موجودة كمان عندنا عشبة تغطوه للرجل ودي بتزيد لنا من العداد وبيتزيد لنا من النشاط يعني بتحسن عشبة مميزة أيضا بتعالج المشاكل تحت الالتهابات ممتازة جدا في الناحة دي والحمد لله حتى في عدد ففي ناس بيكون عندهم مشاكل إنه ما موجود ذاته الحيوان المنوي في الفحوصات فبكل مشكلة ممكن برضو أحيانا في بعض منها قاعد يتعالج الحمد لله تعالى بمنتجات تانية ده ما يتعلق بمشاكل الإنجاب وعشبة تغطوف إن شاء الله نعم جميل قبل ما ننتقل للعشبة الثانية أستاذ طاهر حل بيكون في متابعة من قبل المريض فيما يخص الإنجاب تحديدا يعني أنا أخذت العشبة بجي أكون متابعة مع مركز فاران ولا يعني هي العشبة فقط علبة واحدة تكفي يعني ما بيكون متابعة في معزم الحالات واحدة يعني بالذات النساء ممكن الرجل إحتاج يتكرر لأن حسب العداد والالتهاب والتشوهات الموجودة ممكن تتعالج المشكلة بعد ذلك يأخذ العلاج بزيد العدد الثاني بزيد النشاط أما المرأة لو كان في انسداد في الأنابيب أو في تكيس المبايت غالبا من مرة واحدة بتكتفي من الاستعمال وهي في نفس الوقت بتحسن الخصوبة العجبة دي بالتحديد عشان كذي المتابعات والله نحن الحمد لله بيقول في ناسي كتير جونة من أهلهم لن تفعوا بعلاجاتنا يقول لك يا أخي أنا والله عندي قريب تشالت العجبة دي للتكيس والحمد لله يتعالجت وهي سيولدت يعني عندنا نتائج قاعدين يعني مرضية نسجلها الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب يعني واحدة من المشاكل إذن أستاذ إبراهيم اللي بتواجه الكثيرين ومعظمنا يعني أنا ما عارفة إنه في مشاكل في التغذية أو طريقة الأكل يعني مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام يعني هي مشكلة تؤرق الكثيرين فعشبة ترياب أيضاً واحدة من المفاجآت السارة الممكن تلعب دور كبير جداً في كيفية علاج الجهاز الهضمي لو نتحدث نعم ترياب هي أيضاً من المنتجات النابعة جداً ومميزة ووازعة في الاستعمال ترياب بتعالجينا نحن من الهم الحاجات اللي انت زي ما ذكرت المشاكل الهضمية متعلقة مثلاً بحاجات خارجية يعني مثلاً زي جرسونة المعدة أو مشاكل متعلقة يعني بالضغوط بالضغوط الحياة الكثيرة يعني ممكن تتأثر على الهضم تأثر على المسران بالذات أصحاب القولون العصبي في حاجات بالتعامل السلوك بتاع الإنسان مع التغذية الأكل والشراب نوعيته وكميته الأكل والشراب التلوث اللي بيحصل برضو من الحاجات المؤثرة جداً على مشاكل التغذية وعلى الجهاز الجهاز الحضمي نحن عندنا الحمد لله منتجات وفي حاجات كثيرة يعني الطبخ يعني الطهي يكون ما ناضج الواحد يأكله وكذا الحفظ ذات يكون ما جيد بعد الواحد ممكن يأكل فعندنا نحن منتجات الحمد لله نابع جداً لغرحة المعدة وللتجاع المريء وللجرثومة المعدة وللغولون التغرحي وللغولون العصبي وللإمساك المزمن وين ترياق هنا ترياق هي ترياق دي بتعالج جرثومة المعدة وترياق دي تاني بتعالج مشاكل الحموضة والانتفاخات وسؤال الحضم وارتجاع المريء فهي منتجات الحمد لله مميزة جداً ونافعة جداً الديدان مشاكل القارضية وكذا نعم جميل طيب ننتقل إلى بلسم برضو يعني البرستاتا هي بلسم وهي بتعالج لنا مشاكل البرستات والحمد لله هي مشكلة مؤرغة ودائماً بتسيب أو بيحصلها تضخم يعني حاجة مع العمر بعد الأربعين سنة في ناس بيكونوا يتعرضوا لأنه يكونوا عندهم تضخم في البرستات والعجبة بيتعالج مشكلة التضخم بيتعالج الأعراض المساحبة لها حرقة البول أو الرغبة التكثيرة في التبول أو عدم التحكم في البول أو عسر البول حتى الناس اللي بيحصل يعني بيعملوا كاسترة لأنه تضخمت كثير وسدت مجرى البول برضو بتتعالج إن شاء الله إن شاء الله يا رب برضو في جانب مهم جداً أستاذ الطاهر الحجام وصبع رسول صلى الله عليه وسلم فإذا تحدثنا عن الحجام وفي ناس كثيرة والله بخافوا مننا يعني فلو قدرت برضو تديهم نصائح وقيفية التعامل أيضاً مع الحجامة في مركز فهراء هي الحجامة طبعاً سنة سنة مؤكدة رسول صلى الله عليه وسلم اتجم وأمر أمته بالحجامة والحجامة يعني من الحاجات ما في أي اختلاف عليها من كل الأجهات الطبية والحجامة يعني نحن بنعملها بصورة نموذجية يعني حتى الواحدة الشرطي لما يحصل ما بيتشابه العين إلا إذا لما ثبت الكاسل المرة الثانية وتسحب ينزل يعني الدم والدم قطرات يعني ما حاجة كثيرة لأنه العلاج هو ما بكثرة الدم وإنما النقاط الصحيحة على مواقعها الصحيحة الليها تأثير على الجهاز العصبي أو المستقبلات الحسية في الجهاز العصبي الليها ارتباطات أيضاً بالأعضاء الداخلية يعني بتشترك مع الجلد في الحسية عشان كل شغل بتاع إشارات للموخ عشان ما يعمل اللازم الحجامة عندها وردت فيها حاديث كثيرة جداً جداً من ضمنها تحجموا لا يتبيغن الدم بأحدكم فيقتلوا وهذا دليل على أن الحجام هي وغاية من الأمراض خاصة الأمراض الفتاكة الآن يعني الجلطات والزبحات والسكتات القلبية والدماغية كلها بتنفع عليها بصورة مبتازة جداً إن شاء الله نعم جميل برضو شايفة برضو خشونة الربة فيما يخص إننا في فصل الشتاء يعني فكثير ممكن يعانوا من المرض دلو برضو سريعاً نتحدث عنه يلا هو خشونة الربة أيضاً عندنا الزيت زيت رواح ده بيعالج خشونة الربة وبيدي نتائج مبتازة جداً أحياناً بيحتاج لعجبة عجبة جاري ممكن نديها لأنها بتفيد مشاكل المفاصل والأملاح وجالي كمان برضو لها معجلة الزيت بتاع الرواح للغضروف ولمشاكل المفاصل بصورة عامة كما هي برضو بتعالج القاوت والرطوبة وحصوات المسالك البولية وبينديها مع عجبة غطوف للرجل لعلاج الالتهابات والتشوهات نعم جميل طيب برضو نتطرق لعالم التجميل اللي أصبح حاوس بالنسبة للسيدات وأحياناً ممكن نمشوا لطرق يعني ممكن تدور صحتهم لكن لما نكون التجميل عن طريق الأحشاب أعتقد أنه بيكون أكثر أمانة يعني بالنسبة للسيدات تحديداً إذا تكلمنا برضو عن الجانب عندنا من الحاجات المميزة جداً في مركز فرنسي السرسال والزيت ده ممتاز جداً جداً بعالج مشاكل التصاغط وبعالج القشرة وبطول الشعر بغزر الشعر الزيت يعني بدي حاجات مجتمعة يعني ما زي نحن نقول لك عندنا مجموعات الأكيدة ومجموعة لا الزيت الواحدة يعني فيه نباتات وفيه زيوت ممتازة جداً يعني بدي نتائج باحرة الحمد لله وكثير يعني والله بيقول لك أخي والله زيت هايل واستعملته نفع شديد للتصاغط وقف ليه التصاغط على جير القشرة طول الشعر وحسن الملمس الشعر ذاته بيتسرح بصورة جميلة جداً جداً وعندنا ريحان للتخسيس والتخسيس ومشاكل كثيرة اللي على غاز صحية أخرى غير الحاجات بتحت الجمال وعندنا تخسيس موضعي كمان برضو للبطن للمناطق المطرحلة وعندنا روضة للتسمين الموضعي وعندنا نظار لحب الشباب ونظار للهالات والكلف وعندنا روان لحب الشباب وعندنا روضة للتسمين العام لكل الجسم دي لكن برضو في منتجات يعني مثلاً عندنا زي عجبة رتقة هي دي رتق مرحم ده بعالي مشاكل البواسير علاج جزري لها وممتاز كمان في أي نوع بعالي مشاكل الناصور واللواز والمشاكل اللواز وبعد الخراجات برضو نافع لها جداً جداً ده كلام جميل الحاجة الجميلة والأجمل إنه مركز فاران أستاذ الطاهر منتشر في العاصمة والولايات إذا تحدثنا عن الأماكن المتواجد فيها والفروع اللي خاصة بيكم في العاصمة وعندنا الولايات وكيفية التواصل أيضاً؟ طيباً إحنا عندنا مركزين في الخرطوم وفي أم درمان الخرطوم شرق السوق العربي وشمال مدرسة الاتحاد المدرسة بتقع شرق كليات كامبوني وشرق رياجنسي تلفونات الخرطوم 0122 78 66 0122 78 66 66 وكمان في أم درمان شرق العرضة غرب أستاذ المريخ وندي رغم 1 09 66 022 2 1 09 66 022 2 1 وعندنا في الأبير 090 8 99 6 3 0 وفي النهود 09 026 67 47 090 9 026 67 47 وفي القضارف عندنا 0122 42 56 55 نحن دينا رغم من كل مركز حتى أنه ما نسح بالزمن عندنا برضو ناس الخارج الخرطوم وخارج المراكز دي ممكن عندنا إرساليات تصلهم إذا تعرفوا التشخيص والمنتج اللي بيعالج مشكلتهم برضو ممكن نرسلهم خارج الخرطوم كويس يعني عندكم خدمات التوصيل أيضا متوفرة جميل طيب يعني مواعيد العمل بالنسبة لكل المراكز عندكم أيام معينة في الأسبوع ولا شغالين طوال الأسبوع وحتى لو كان في زمن معين من كذا لكذا في العاصمة بنبدأ من الصباح الساعة 8 صباحا إلى أربعة مساء عندنا الولايات دي حسب الزمان لأنه في فروق الزمن بعد ذلك الناس تتواصل على التلفونات برضو ممكن تأخذ الزمن المناسب إن شاء الله نعم جميل أنا ذكرت في المقدمة أستاذ الطاهر أنه ما شاء الله نحن في السودان بنتمتع بأحشاب وقد تكون تميزنا عن العالم اللي هو برضو اتجه للتداوي بالأحشاب باحتبار أنه واحدة من الطرق العلاجية الآمنة ما تتفرد به أو ما يتفرد به مركز فاران في اكتشاف الأحشاب خاصة في السودان إحنا من أنتلك يعني أحشاب مميزة ونادرة نعم والله في أحشاب في السودان مميزة وتنفع لكثير من الأمراض الأمراض المعقدة الأمراض المزمنة يعني السيدة ممكن يستحب أو يستحب إلى أن ينتغل إلى الدارة الآخرة ففيه أحشاب نابعة جدا مختلفة ومتنوعة وده بيدينا التنوع الكثير ده بيخليك تقوم تختار أنت النبات المناسب الماليه وتأثير على الصحة فإنحنا عندنا في شرق السودان وعندنا في وسط السودان وعندنا في الكردفان يعني مثلا جنوب كردفان وعندنا في الغرب فعندنا منتجات متنوعة جدا جدا وكثيرة جدا والله لو الناس عملت لها يعني ممكن ترفع اقتصاد البلد أن إحنا في فاران دائما عندنا شعار مطروح مع فاران أنت في آمان وده نحن دائما حرسين عليه أنه دائما الإشعار ده يكون بيننا يكون موجود فعشان كده من المنتجات والخيارات الكثيرة دي أن إحنا دائما ننتقى النبات المعنده أثر جانبي النبات اللي ينفع لنا العلة من غير ما يسبب لنا مشكلة تانية للمريض نعم جميل نحن خلال الحلق قديم كما اتطرقنا لكل العلاجات المتوفرة في مركز فاران ده جزء منها فهذه النمازية الموجودة لكن في أيضا مركز فاران عنده عدد من الجرعات بتاعت الأعشاب المتوفرة في المركز وبالداوية عدد من الأمراض أيضا فكيفية الجرع الممكن يأخذ المريض يعني تبطوصه بجرع معين أحيانا ممكن الإفراد فبيقول ليك أنا معرفة المقولة دي صح ولا غلط يعني إذا ما نفع مبدور عموما يعني الأحشاب بشكل عام المقولة دي صحيحة ولا برضو في جرعات محدة ممكن يأخذ المريض هو دائما الدواء حتى التغذية يعني عايزة حاجة مناسبة يعني ربنا أكله وأشربه ولا تسرفه والأحشاب أيضا الجرعة يعني فيه في بعض السمية يعني فبتكون محسوبة الجرعة حتى أنه تتناسب مع العمر وتتناسب مع الوزن وتتناسب مع حالة المرض عشان كده هي المطلوب أنه الواحد يأخذ الجرعة المناسبة حسب الإرشادة اللي بيأخذه يأخذ للفترة الكاملة يكمل يعني يأخذ الوقت حتى أنه يعني إذا كان ميكروب أو غيره ما يرجع تاني أو يأخذ مناعة ضد الدواء عشان يغضع على المرض فلازم يأخذه يأخذه في الزمن المناسب حسب التوصيل بنتيها للناس يعني فيه زمن برضو للدواء يعني الدواء العجبة أو غيره يعني السمية موجودة في كل الدواء لكن الأحشاب دائما لأنها هي الخام وخام طبيعي ما عندها أي إضافات عشان كده إذا كان في ضرر بيكون الضرر أقل لكن نحن دائما يعني بنلقى منتجات الحمد لله من تنوع الأحشاب بنختار الأحشاب البعيد عن الضرر للناس إن شاء الله بعيد عن السموم نعم جميل في بعض الأمراض ممكن أن الناس بيكونوا بيعانوا منها لو مثلا إن جاءوا مركز فاران بتطلبوا شنو الحاجات الممكن تطلبوها من المريض في فحاصات معينة فيما يخص الإنجاب عندهم ممكن تستدلوا بأشياء طبية صور تفاصيل خاصة بعد ذلك على أساسه ممكن تدو العلاج ولا دي تفاصيل برضو خاصة بالمركز عشان الحب يجي المركز يكون عارف يعني التفاصيل والسيستيم والله هو نحن طبعا زي ما أنت عارف الأحشاب لسا ما طوروا ما عندهم يعني أجهزة خاصة أجهزة بتاعة فحص ولا عندهم معامل ولا كده لكن الناس دائما بيجوا بيجوا عندهم الموجات الصوتية بيجوا عندهم النصور الملونة بيجوا عندهم الفحصات بتحت الدم أو الهرمونات أو غيره حسب الحالة المرضية والحالة اللي هو محتاجية علاج زي مشاكل الإنجاب مثلا بيجي الواحد عنده هو لأنه بيكونوا الناس مروا على طبة وتناولوا بعض الأدوية وأخذوا كثير من التحاليل اللي بتتعلق بمشكلتهم بيجوا دائما معهم تحاليل ومنحا بيشوف التحاليل الموجودة إذا كان التحاليل أخذت وقت بنطلب تاني تحاليل جديدة ونشوفها بندي العلاج على ضوة التحاليل الموجودة إن شاء الله تمام ختاما ممكن نؤكد على رغم التلفونات والمواقع أيضا المتواجدة فيها مركز فارع للحشاب طيبا إحنا عندنا الخرطوم 099-33-1-4-5 099-33-1-4-5 ومنذرمان 0116-5-7-4 0116-5-7-4 والنهود 0122-23-4-7 0122-23-1-4-7 والقضارف 0122-42-56-55 أو 090-66-77-47 والأبيض 0908-99-6-3-0 0908-99-6-3-0 شكرا جزيلا أن نورتنا خبير الأحشاب والحجام الأستاذ الطاهر إبراهيم حديثا عن تداوي بالأحشاب مع مركز فارعان للأحشاب تمنياتي لكم بالتوفيق ولكل المرضى بالشفاء العاجل على عيدكم بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين أنا أهديكم أن نحن القادم لأستاذ الطاهر وكل أستاذ المشاهدين ومثال مع التواصل خليكم معكم